حبايا بقلبي عاملين ايه يلا بينا بقى نعمل كده فطار حلوة اوي اوي وكمان نعمل الغضاء مع بعض هواريكو هامل ايه يعتبر الغضاء اللي انا عملته اكلة ما دفعتش فيها ولا جنيه تخيلوا كاملوا بقى معي الفيديو عشان تعرفوا ايه الاكلة دي وكمان شوفوا الفطار اللي انا عملته لنفسي بحبه اوي اوي بصوا بقى كده انا بحب اول مصحة لا اشرب شاي كده لوحده لاما شاي بلبن فانا النهاردة عملت شاي عشان يعني افوقوا كده من من نومي ايه عشان معظم الوقت ما بنامش يعني تمن ساعات كاملين فا باشرب كده شيء اول ما بقوم من نوم طبعا مع الفطار عايزة بقى كده اقول لكم حاجة كلكم حافظوا على اطفالكم لحسنا الجو ده بجد جواعية كل الاطفال تعبانين وعيانين اللي عنده بقى سخونية واللي عنده آآ برد وكده عشان تعيير الجو فبجد يعني انا ما بروحش يعتبر في حتة ولقيت سليم مرة واحدة كده ده سخن سخن اوي اوي وكمان قاعد يقح وكده فانا كان عندي بقى سيزال طبعا عارفين انه هو بتاع السخنية فقدت قوله لحقته يعني وكده وطبعا انكشفت عليه فتخيله بقى حاجة ما كنتش متوقعها قلت لي عنده وصديت في الزور فبجد دهيت اوي وزعلت يعني ربنا يشفي اردو يخلهولي دعولي يا جماعة في كومنتات تحت انه يخفي كده ويقوم بالسلامة عشانها بجدز على انا اوي فما رحت بقى للدكتورة قالت لي ده انتي ده انتي لازم ايه تدي له مضادة حيوي وكمان سيتال بالتبادل يعني مع بروفين فانا قلت لها خلاص ماشي وكتبت له كمان ده وقحها كده بس الحمد اللي كان يعني عندي فما جبتهوش جبت بقى الحاجة ورجعت على طول اديته بقى الادوية وكده وطبعا مضادة الحيوي كل 12 ساعة مع ان انا مش بفضل خالص المضادة الحيوي بس الدكتورة قالت لي لازم مضادة حيوي عشان الصديد اللي في الزور ده هو اللي مخليه يعني مش عارف يبلع وما بيقولش ومش عارف ايه كده يعني وبجد ده ايه تقوي برضه واني لقيت وزنه ونقص نقص جدا يعني كمان من شهرين كده كنت تكشف عليه او شهر كان وزنه تخيله اكتر من دلوقتي فالدايق تقوي يعني زيال تقوي عليه عشان خاطر بفعلا الفترة دي من التسنين والحركة ما بيقولش خالص ميت حاجة تانية لهيا وكده وانا بجدم الدايقة لو حد عنده يعني عنده كده خبرة في الموضوع ده يعني بتأكلوا العيال الصغيرة ازاي بتحمسهم كده ان هما ياكلوا ازاي اكتبيلي بقى تحت في الكومنتات وما تنسوش بجد تدعو الاسليم ربنا كده ايه يشفهولي ويخلهولي وعنده مطلع عيني بس ربنا يشفي يا ربي ويخلي لي يا رب بصوا بقى كده انت وانا قلت اغسل البتوكاس كده غسلة بسيطة وسريعة جدا اللي هو يبقى قدامي كده شكله حلو ونضيف وانا بطبخ عليه طبعا يعني يفتح النفس انما طبعا كده ما يفتحش النفس خالص فقلت كده ان انا اغسله كده غسلة بسيطة من غير حتى ما شيل الحوامل ومن غير ما شيل العيون اللي هو مسحة سريعة كده حتى شايفين الرد اللي عبتوكاس انا يعني ما بسخنش العيش في الميكرويف بيتلع عرقان وكده فبسخنه على طول في العبتوكاس بذات جوز يعني بيحبه جدا على يعني متحمس كده عبتوكاس عشان كده بقى ايه طول الوقت عيوني بتوكاس عندي وبتوكاس عليه رد حتى يبقى بيتوكاس نديف ومع حيضة الحتة بتاعت العيون دي فانا غسلته سريعا كده معيكو عشان خاطر يعني ايه ايه اطبخ كده وانا ايه شايفة بيتوكاس نديف بجد دي عادة حلوة قوي ان انت قبل ما تطبخي لو بيتوكاس بتاعك مش نديف اخسليها تحسي بفرق وهتحسي كمان ان طعم الاكل بقى احسن وهتحسي ان انت بجد يعني يوقف كده في مطبخ نديف ايه احلى حاجة بجد ان انا ايه يعني العادة دي بعملها على طول بس بقى كده هعمل معيكو الكفتة بتاعت الرز ايه كيس الكفتة بقى ده ماما كانت مديهولي ماشي هو وقتعت البصلية الصغيرين يعني صغير خالص قصدي وكمان ده توم كده كنت انا مفرزه ايه جبت كده نص معلقة كبيرة من التوم وازعى البصلية دي نقطعتها ايه بقول لكم بقى ليه لان الاكلة دي ببلاش شايفين بقى الصلصة دي كانت برضو مامة جوزي يعني مديهالي فبجد ربنا يخلهم لي هما الاثنين مجايبين لي كل حاجة والله ايه مش عارفة بجد اقول لهم ايه والله من غيرهم مش عارفة يعني كنت اعمل ايه يعني الاكلة دي كلها الصلصة مامة احمد هي لمديهالي والاااو الكوفة مامة هي بس البصلة اللي من عندي والزيت مامة برضو لي كاتجايبه لي فبجد ربنا أخلهم لي فقلتي كده بقى خليها عبال ما تسيح وطت النار خلص عليها وسzbتها على جنب جبت كده بقى لحال الصغنن خلص بتاعتي فحطيت فيها شكلها متهلك عشان بطبخ فيها كتير جدا يعني من ساعتما اتجاوزتو انا بطبخ فيها جبت بقى كده الشعرية طبعا حمورتها وحطيت التوابل عليها هو ملح وفلفل اسود بس ومرأة الدجاج وخلاص قلت بقى تتحمل حلوة قوي الشعرية انا كنت بغلط غلطة زمان كده في الشعرية كنت بسيبها اللي هو دهب يفاتح خالص وكنت بقى حطت عليها الرز ما تبقاش بينا اصلا ان انا حطتها على رز شعرية من كتر ما هي ايه اعتاريها بقى بتفتح يعني الشعرية بتفتح بعد كمان السوا فانا ما كنتش عارف خالص المعلومة دي عرفتها بقى وبقيت حمرها جامد جدا عشان خاطر ايه تبقى بينا ان هي فعلا ده رز بشعرية يا جماعة مش رز ابيض والله عملتها قبل كده جزيعة دول ايه ده انت حطتها بجد عليه شعرية قلت له اه والله فبرضو ايه ما كانش مصدقني يعني عشان من كتر مش شعرية لونها لون الرز يعني لونها بيض فبس حمرتها بقى زي ما انتم شايفين وحطت بقى كده الميا انا مش بعير بقى بالكوبية عادي انا بحط الميا كده انما الرز بعيره الرز ده كان كوبية ونص عشان يعني اتكفينا يومين اه بس جبت بقى الحلة دي قلت بقى اعمل كمان ملخية انا بحب كده الملخية جنب الاكل اه ويعني وسليم برضو بيحبها وجوزي برضو بيحب الملخية جدا وقلت عملها بالمرة واحلى حاجة ان التوم انا مفرزوه بجد بيريحني جدا غيرا ما يكون كده يعني يبقى توم عادي بيبقى شايلة هموه جدا جدا ان انا ايه اعمل حاجة بي يعني اقول يا ربي بياخد وقت الصراحة النمل توم ده انا مفرزوه بجد بطريقة سهلة قوي ايه هقولكو سريعا كده انا مفرزوه ازاي بحطو كده في الميكرويف لمدة دقيقة على حسب انتي حطها كاميرا بس بيطلعو والله بتبقى القشرة من شاء الله كده من عليه فسهلة جدا بسه بقى قلت المطموية الصغنونة دي بتودي الملوخية في حتة تانية بجبها كده وتهرسها حلوة قوي او تبشوريها او تقطعها صغير زي ما انا عاملة بس بتخليها تسبك بقى شوية كده مع التوم والزيت وبعد كده تحطي معلقة كبيرة من القصبرة وبرضو تقلع بهم عشان ايه تطلع يعني راحتها وكده بس بحط بقى مياه مغلية عليها جد لذيذة جدا الملوخية انا بعملها حلوة قوي ايه يعني بجد انا الطريقة دي طريقة مامتي فبعملها زيها وبتطلع قطيرة بس حتت بقى كده ايه مرقة دجاج كمان انا عارفة ان انا بستخدمها كتير في اكلي بس صراحة بتحلي الاكل قوي ايه بس كده جبت بقى الملوخية الخضرة احلى طريقة تعملي بها يعني الملوخية الخضرة لو عندك ان انتي تعملها كده بمصفة لازم ماشي وتوتي كده النار وتعملها بمصفة عشان تنزل يعني النعمة بس انما الخشنة دي بحباش يعني هضربها تاني هنعامها خالص المهم بتوتي النار بقى واحسن حركة ان انتي في الاول كده ما تقلبش من ملوخية بالمعلقة خليها كده شايفين من الجوانب كده يعني استوتي عطبر ايه من الجوانب كده اول ما تحسها بتستوي تروحي عادي مقلبها او كده وملوخية الخضرة بتطلع نجحة اكتر من النشفة قصدي بتطلع نجحة اكتر من الخضرة معايا معايا انا بحب بتعمل ملوخية الخضرة اكتر بس دي يعني سهلة قوي استراحة وبتطلع تقيلة وحلوة وقومها مزبوط بالطريقة دي حلوة قوي بس جده بقى ندخل بقى الكفتة تاني التماطي ما هي خلاص جبت بقى كده بطاطسية التعطاة انا بحب بقى وعمل الكفتة معها بطاطس وحطت بقى الكفتة بس هسيب بقى كده الكفتة تستوي ايه طبعا على نار متوسطة وهحط برضو مرق الدجاج وهسيبها بقى مع بعض عاملين ايه بقى يا جماعة في الجو المتقلب ده يوم تحسوا بالنهار كده حر وبالليل ساعة مش عارفة يعني عشان كده كل الاطفال تعبانين يعني احنا مش عارفين نلبسهم بكم ولا بنص كوم بس انا صراحة ما اشتتش يعني السليم لسا ملبسة بنص عادي بس واركوا بقى كده الرز وملوخية الغدا بتاعي ايه زي ما انتو شايفين كده هو طبق ملوخية والطبق الكفتة كفتة كانت خطيرة بجد طعم واحل وقوي والسلسة بتاعتها دي لذيذة جدا بس قلت بقى عمل احط الروز كده في طبق وقلبه كده عمل حركات بقى بقى شكله كده حاله ويفتح النفس كده على الاكل بس قعدت بقى اكلت بجد وطبعا بقى انتو لو مش مشتركين في القناة اشتركوا وشوفوا بقات الروتينات اللي انا عاملها على القناة بتاعتي وكمان اعملوا لايك للفيديو بجد قوة وتنسوا عشان ده بيشجعني اصور اكتر واوريكم يعني حاجات اكتر عندي في بيتي بس كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة